إذن مشاهدين أخلوني نرحب بضيفنا نحضر في الأسوديو اللي مش غريب عن البرنامج كان يجينا في وقت سابق والآن نتشرف باستقباله من جديد بوذيبة يوسف محامي صباح الخير أهلا وسهلا بك شكرا بوذينا نعم عفوا لنا شرفنا نكون معك إن شاء الله إذن أستاذ الحديث اليوم عن التحايل والاحتيال أو التحايل والاحتيال في القانون الجزائري وحماية حقوق الجزائريين هل هناك اختلاف في المصطلحين بين الاحتيال والتحايل ولا هو نفس المفهوم جيد هو بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم المشاريع الجزائري تكلم أول حاجة على جريمة التحايل الاحتيال هو يعني مسمى بالاحتيال بالمادات 372 ولم يعطيه هو أعطالها تعريف الاحتيال وشنه هو ولم يريد في القانون العقوبات الجزائري يعني في هذا الخصوص لما يهدر على الاحتيال أي مصطلح آخر يعني تحيّل ولا كيف أهمه فقط نلقاه ببعض الدول العربية كل واحده شيء يسميها كان لقل نصب واحتيال نعم نصب واحتيال كان واحد يقول التحيّل كان نقولوا الاحتيال لكن دائما هي لمفهوم واحد وجريمة واحدة اللي هي نص عليها 372 كما نقولوا اللي تقول كيف نعرفوا الواحنا بلير أنا في تحيّل ولا احتيال كل من استعمل نحوص نهضر هنا على نصاب هذا على المحتال يقول لك كل من استعمل أسماء أو صفات غير حقيقية من أجل سلب الغير لأمواله لأموال الجزء أو الكل من أموالته هذا هو الاحتيال كان فقط بعض الناس كان يقولوا ما هو الفرق ما بين مثلا السرقة والاحتيال وما في زوج سلب الأموال الغير من عند الله وبطريقة ما نعم السرقة هي الاختلاص تحويل أموال من الضحية إلى السرق بالخلصة بلا ما تعرفيه بلا ما تفيقه به مثلا واحد درافي داره يسرقه لدراه مثلا أو سيارة أو بدون علمه لكن في الاحتيال يدي لك دراهم وجه لي وجه هذا هو بالعكس تريد تعطيله دراهم هذه تكون هناك رابطة ثقة ربما بين ثقة ولهذا المشارعي جزائري يعني 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 شدت في العقوبة لأن العقوبة تبدأ من عام الخمس سنوات وإذا كانت التحايل هذا كان موجه عن طريق وسائل الإعلام يعني أو الجمهور العقوبة توصل لحتى العشرة سنوات ولهذا التحايل هذا هو استعمال صفات يعني ما كيش منها مثلا واحد يمد مثلا يعطي نفسه صفة خاطئة مثلا ضابط كبير أو مثلا رجل أعمال رجل أعمال أو مرقي عقاري هو مش مرقي عقاري وهذا الشخص بعدين يبني معه هذه أهم حاجة يبدأ ببناء الثقة مع الضحية لأنه المتحايل هذا لكن مش هتفق به لأنك هتفق به ما نسمى مش متحايل لأنه مختصين عندهم صفات خاصة مثلا المتحايل هذا دائما تلقاه فائق فائق الذكاء يعني ذكي جدا يعني ويعرف القوانين هذه بالنسبة للمتحايلين وثالثا هي أنه يحسن اختيار الضحايا لأنه لماذا الضحية لما يكون في بعض المراحل في نقطة ضعف يكون مثلا يحتاج سكن مثلا وكذا ويكون صح مضرور المتحايل يقتنس هذه الفرصة وبالتالي يجي في الوطن كما نقول ليوجعوا في هذه النقطة فقط أستسمحك قلت لي أن المتحايل يستخل الضعف الضحية لكن هل بل أكره يكون ربما يسحق شقة ولا يسحق أموال لكن هل هذا المحتر لا يخير ضحايا ربما من الأغنياء أو الأثرياء للي يقدر يبني وكذا وكذا رحنا نعطيه مثال أنه مزاف القضايا في المحاكم وأن عالجتهم للمحكمة أنه تخيل يجي شخص من أفريقيا محترامات الدول أشخاص ومعروفة عند هذه أختي الكريمة معروفة في العدلة في المحكمة يعني مباشرة الوكيل جمهورية مثلا إذا عرض عليه هذه النوع من القضايا يقول لك لا تقول لي كما هذه قصات على الصندوق ويدلها البودر وكذا معروفين هذه القضايا نعم صحيح نحن على بين أمريكين هذه القضايا لكن عشر قضايا على مستوى المكتب فقط نعم فقط هناك تخير من القضايا فقط نعم هو شي يقول هو هو أول حاجة يجب يزرع ثقة أعطيك مثل في الحالة من الحالات في دالي إبراهيم أعتقد أنه هذا كان هذا الإفريقي هذا الأجنبي يبدأ يخدم عند هذا مثلا صاحب عمارة أو عنده بيت يحب يخدم له يقول أنا هنا يجيت لي جال باش نخدم حقيقة أني جيت باش نعرف مجال استثمار هنا في تزاير إذا أنا عندي أنا دراهم في الأموال في بلدي بسع ما قدرش نجيبهم هذا عنده يقول أنا عندي أروح يجيب الدراهم نستثمرهم هنا في الجزائر هذا هو طامع ثاني لأنه بالنسبة للضحايا الجزائرين عنده منية مبيتة باش يسلبوا له هذه الأموال وشي يقول يقول بسح لكن لازم باش نجيب الدراهم هذا لازم نخلص عليهم مبلغ معين في السفارة نتاعنا باش هم اللي يجيب وا الطرد هذا إلى السفارة وبعدين باش نقدر نجيبه يعطي له مثلا عشرة ولا 15 مليون تاع مصاريف نقل هذا الصندوق يجيب له هذا الصندوق يروح للسفارة يديه معا صح ويخرج ويجيب الصندوق يفتحوا لما يفتحوا يلقوا دي بي قصصات وراقية بحجم الأموال لكن سوداء لاو لا لا ما يعرف شو السفارة واني هم الناس يدخل مثلا مسؤول ولا يقولوا هني راح نوصي عليك يدخل مسؤول يقول له السلام لا باز ما تحتاج ولا باز يخرج برا يقولوا هني وصيت عليك يعني الله هذه بنفس الطريقة يدخلوا للسفارة مثلا عنده يسخصي على الملف تاع ولا بعد ما يخرج هذا الصندوق يكون في الحاقبة تاع نعم بعدين ما يخرج يوري له القصصات هذه لماذا نوري المجتمع المشاهد الجزائري باش ما يزيد شي يطيح في هذو لانه ما يزيد ما يش حاب ساد الظاهرة ما زالت أستاذ يقول له قصصات يخير قصصات مختارين بعناية يخيرهم ويديلهم واحد برودوي يمسحهم يولوا الدرهم تاع أورو صح حقيقة أورو يقول له هاملك أورو وقلوا هني حولتهم يقول له لماذا جبتم السوداء اللون يقول له باش في السفارة ما يدوليش الدرهم لازم عندي برودوي سبيسيال نمسحهم بهم باش يقول له درهم نعم هذه الدراجة ويصدقه السيد هذا الجزائري يدي هذك درهم يروح السكوار يتأكد باللي هما صح يقول له هاي صحيحة درهم يقول له يقول لك مالتاني كيف يقول له هذك الأجنبي يقول له لازمنا البرودوي هذا لازم نشرية ونجيبه من تونس مثلا خصنا خمسين مليون مئة مليون كان بعض الناس يوصلوا ربعا مئة كاين جزائريين وقعوا في هذا المجتمع والمختصير يشوف لا بل يعرف هذه القضية وش يقول له مثلا يشوف الطماعة على الناس يقول له البرودوي هذا البرودوي مش مليح بعد ما شرب خمسين مئة مليون يقول له دخلوا فيروس يقول لك لا لازم نجيبه برودوي حد اخر ومبعد البرودوي حد اخر يزيد هو يمسح له زوج ولا ثلاثة ولا أربعة أوراق يطمعوا بهم ويقول له لا له هذا ما كفى لازم نجيبه برودوي يوصل بهم إلى ربعمائة خمسين في حالة في بيرمون رايس وصلت لتسعمائة مليون مدهل جزائري لأنه يدي هذك مليون دولار أو اثنين مليون دولار في صندوق إذن هذه جانب من أنواع النصب كالنصب ثاني تعال العقارة وين مثلا شخص معين يختار ضحايا بدقة لديه ضعف ولا عنده حاجة كبيرة في السكن يديه الموقع معين يقول له نحن نديره المشروع وهنا وهلك الوثيق هولك دفض العقاري أنا مثلا أنا حتى ونعرف يعني ولا عندي تجربة لما يبدلي وثيقة خاصة بالعقار مكتوب فيها مثلا هذا العقار مكتوب صح في بلدي بيرموند رايس بيرموند رايس مثلا كبيرة صحيح مجموعة ملكية كذا قسم كذا بصحنا ما نقدرش نعرف لي هذه القطعة حقيقة هل هي مجموعة ملكية نصدق مستحيل باش تجيني الفكرة هذه وبالتالي يصل بودرهم يعطي له أنا فانسو 32 بعدين يلقوا رواحهم في متها كان حاجة بركة أنه يعني هذه قضايا قدمتهم مننا اليوم يعني نعم كان وي لازم نفرق بركة المشاهد أنه لازم يفرق ما بين السل صلى الله عليه وسلم